السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا جماعة جاي اتكلم عن المشكلة اللي حصلت فجأة ان الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كلها قفلت مرة واحدة ايه سببها وامي المشكلتها وتتحل امتى والكلام دوت كل دوت انا جايبولك في الفيديو بتاع النهاردة سوى المشكلة بسيط جدا ان السيرفرات بتاعة الفيسبوك والواتساب والمازنجر وكل المواقع ديت وقعت وقعت ليه بسبب اكيد في مشكلة او خلال فني من الفيسبوك او نتيجة لوت كبير حصل عليها فهو حاجة من الاتنين يا فيه خلل او فيه لوت كبير حصل عليها تمام طب ايه المواقع بالزبط المقفولة المواقع بالزبط المقفولة عندك الفيسبوك عندك انستجرام عندك الواتساب عندك المازنجر كل دي حاجات مقفولة مش هتقدر ان انت ترسل عليها رسائل ولا هتقدر ان انت تستقبل منها رسائل ومش هتقدر تعمل اي حاجة دلوقتي الا تويتر يا شباب تويتر شغال عادي مفوش اي مشاكل لان السيرفرات بتاع التويتر يعني هو تويتر تابع الفيس بس سيرفراته مختلفة حبة عن السيرفرات اللي هي محطوط عليها الواتساب والفيسبوك والموزنجر وغيره فعشان كده التويتر شغال عادي مفوش اي مشاكل او ممكن زي ما قلت لك ان دي تبقى مشكلة لود وان اللود موجودة على الفيسبوك والواتساب كبير فبالتالي دول اللي وقعوا وتويتر هو اللي شغال وبرضو انستجرام على فكرة تابع نفس السيرفرات بتاعت الفيسبوك فجماعة المشكلة بسيطة يعني هي ما حدش يقلق خالص هي المشكلة بخلال بالزبط ساعة او ساعتين هتتحل تماما من الفيسبوك او على منتصف الليل يعني اقصى حاجة منتصف الليل هتلاقي المشكلة اتحلت وما فيش اي مشاكل وتقدر ان انت ترجع للبيجي بتاعتك او ان انت ترجع للاكاونت بتاعتك عادي وترسل وتستقبل بس فهي دي كانت المشكلة ومشكلة عامة عشان ما تقلقش ان المشكلة مش عندك انت بس لأ عند كل الناس وبإذن الله هتتحل زي ما قلتلك على منتصف الليل او قبل كده كمان متنساش اللايك والسبسكرايب بتاعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته